اشتركوا في القناة في بلدنا بين الماضي والحاضر الحياة الاجتماعية في بلدنا بين الماضي والحاضر وطبعا الدرس ده في الوحدة الاولى وانت عارف من الاول ان عنوان وحدتنا كان سكان بلدنا وحياتهم الاجتماعية والدينية درسنا النهاردة هو الدرس الرابع وبيتكلم عن الحياة الاجتماعية في بلدنا بين الماضي والحاضر تعالوا مع بعض كده في اول بداية الدرس اولاد بنتكلم عن طبقات المجتمع المصري قديما طبعا يعني ايه كلمة مجتمع انت عارف مجتمع يعني معناها مجموعة الافراد اللي بيعيشوا في مكان واحد وبتربطهم معدات وتقاليد واحدة طبعا دلوقتي بتكلم عن المجتمع المصري قديما ايام الحضارة المصرية القديمة طبعا امتى اصلا عايزة اعرف امتى ظهر اول مجتمع مصري طبعا انت عارف ان المجتمع المصري ده ظهر لما استقر المصري القديم في وادي النيل تعارف في البداية انه كان عايش فوق الهضاب ودي كانت حياة تنقل وترحال لكن بدأ يبقى فيه مجتمع لما نزل المصر القديم من فوق الهضاب واستقر في وادي النيل وبدأ بقى مع استقراره في وادي النيل ولما عارف الزراعة بدأ انه هو يكون الاسرة ويبني المساكن اللي كان بيبقى متواجد فيها معظم وقته وطبعا ده هنا بالبداية لما بدأت ظهرة الاسرة بدأ هنا المجتمع يبقى موجود ويبقى فيه تماسك في المجتمع المصري وكان طبعا الاسرة والتماسك بتاع المجتمع المصري ده احد اهم العوامل المهمة في نشأة الحضارة المصرية القديمة بعد كده سنة خمسة هنشوف مع بعض كده ايه هي طبقات المجتمع المصري هنلاحظ ان المجتمع المصري انقسم الى اربع طبقات زي ما احنا شايفينها كده في شكل اللي قدامنا كان على رأس ده عندي الهرم خاص بتقسيم طبقات المجتمع على رأس الهرم ده كان عندي طبقة الملك واسرته ودي اهم طبقة موجودة في المجتمع يليها الوزير وكبار الكهنة وحكام الاقاليم قادة الجيش والكتبة ودي تعد الطبقة الايه السانية اما الطبقة الثالثة فكانت صغار الموظفين والتجار وكبار الحرفيين اما الطبقة الاخيرة والطبقة الدنيا هي المزارعين والرعاة الصيدون وصغار الحرفيين عشان لما يجي يسألك لازم تعرف ايه هي طبقات المجتمع ان هما كانوا يتكونوا من اربع طبقات وبيجي لك سؤال مهم يقولك ما النتائج المترتبة على حرص المجتمع المصري على تطبيق العدالة بين افراد الشعب بمعنى ان المجتمع المصري كان حريص ان يبقى فيه عدالة بين جميع طبقات الايه الشعب ايه نتيجة لترتبط على ذلك طبعا لما فيه عدالة الناس هتشعر بالامان وتشعر بان فيه مساواة فده هيساعد على استقرار المجتمع وتقدمه بعد كده ولاد تعالى نتكلم انا وانت شوي عن الاسرة المصرية القديمة هنا ممكن يجي لك سؤال ويقولك بما تفسر ازدهار الحياة المصرية قديما كلمة ازدهار يعني بيعم الرخاء بيعم التقدم في الحياة المصرية القديمة طب ده لي ايه سببه قال لي طبعا هنا بسبب تماسك الاسرة المصرية واهتمامها بغرس القيم الاخلاقية لدى الابناء يعني المجتمع كان مزدهر بسبب ان الاسرة اللي هي البنية الاساسية للمجتمع لالاسرة المصرية كانت هي في نفسها متماسكة وكان كمان ان الاسرة دي بتبقى حريصة على ان هي تغرس قيم الاخلاق والمبادئ عند الاطفال فبالتالي طبعا كمان المجتمع بقى متماسك اقولك هنا ان كمان ان الاسرة المصرية مش بس كانت بتهتم بغرس القيم والاخلاق عند اولادها لكن كمان كانت حريصة على المشاركة والتعاون بينها وبين افراد الاسرة كلهم وكمان كان عندهم قيم كتيرة زي قيم الصدق واحترام الاخر واتقان العمل بين جميع افراد الاسرة طيب دي كانت أول حاجة سببت ازدهار الحياة المصرية قديما طيب تاني حاجة قال لي العمل بكل جد واكتهاد وتعاون بين كل طبقات المجتمع بدون تمييز يعني كل الطبقات اللي احنا عرفناها من شوية دي كان دايما ما بينهم تعاون على أساس أن المجتمع كله يتقدم ويبقى فيه رخاء مستمر تعالي كده مع بعض هنتكلم النهاردة عن دور كل فرد من أفراد الأسرة قديما هنلاحظ أن السمه مسئوليات أو مهام كل فرد كان لي مجموعة من المهام أو المسئوليات في الأسرة قديما هنبدأ أولا بمين الأب تعالي نتكلم مع بعض كده عن دور الأب يا ترى الأب كان دوره ايه في الأسرة أول حاجة ان هو يراعي أفراد الأسرة يعني ايه رعيهم يعني يشوف مطالبهم ايه ويبدأ ان هو ينفزها لهم زي حاليا الأب بيرعى أفراد الأسرة اتنين كان بيعمل من أجل توفير احتياجاتهم زي ما قلتلك بيشوف احتياجات أسرته ايه هي من مال مثلا من طعوم ويبدأ ان هو يوفرها لايه للأسرة بتاعته تاني دور عندي دور الأم نفس دور الأم حاليا الأم بتقوم بايه تقوم برعاية أبناء هي اللي بتراعي أبناء وتعملهم الأكل وهي اللي بتجهزهم وبتحضلهم كل شيء محتاجينه تاني حاجة كانت بتقوم به الأم هي تشرف على أعمال المنزل أعمال المنزل اللي بتشرف عليها هي الأم أيضا كانت الأم بتعمل في مجالات متعددة مش بس خاصة بتربية الأبناء بس أو نهيها في أعمال المنزل لأ أحيانا كان بتشارك زوجها في الزراعة وفي التجارة وأيضا العمل في الطب أما دور الأبناء تعالى كده نعرف مع بعض كان ايه دور الأبناء فنلاحظ ان كان الأبناء كان ليهم دور مهمة قوي انه بيذهبوا إلى بيت اسمه بيت الحياة بيت الحياة دلوقتي حاليا اللي هو المدرسة طيب ايه أسباب بما تفسر يذهب الأبناء قديما إلى بيت الحياة طبعا نفس دلوقتي دور المدرسة كان دورها ايه لتعليم القراءة والكتابة ودراسة العلوم الطبيعية كان بيروح عشان يتعلموا القراءة ويتعلموا الايه الكتابة ويدرسوا العلوم المختلفة مش بس كده بعد ما كانوا بيروحوا أو بيذهبوا إلى بيت الحياة دول كان بيساعد الأبناء والديهم في الأعمال كان اللي باباه مثلا شغال في الأراضي الزرعية أو بيزرع كان بيساعده اللي أبوه كان شغال في التجارة كان بيساعده فباللاحظ أن الأبناء أيضا بيساعدوا والديهم في الأعمال وبيقول لك خلي بالك لاحظ أن كانت تربية الأبناء وتعليمهم مثل قيم زي الحب والتعاون والصدق واحترام وإتقان العمل دي كان مسؤولية الأب والأم مع بعضهم اللي بيعلموا أولادهم إزاي يعرفوا يحبوا إزاي يعرفوا يتعاونوا وغيرها طيب دلوقتي معدنا مع سؤال المتفوقين والسؤال يا أولاد بيقول لك دلل لكل فرد من أفراد الأسرة قديما دورا مهم لكل فرد من أفراد الأسرة قديما دورا مهم مستنيين إجابتكم من خلال الشرح في التعليقات لو كان منا مع بعض كده النقط بتاع درسنا النهاردة دلوقتي ممكن نتعرض لسؤال بيقول لك قارن بين المرأة في المجتمع المصري قديما وحديثا وهنا عايز الدور اللي كانت بتقوم بيه المرأة قديما وبتقوم بيه حديثا طب تعالى كده مع بعض نتكلم الأول قديما كان دور إيه المرأة في المجتمع قال لي كان أول حاجة من دور المرأة في المجتمع قديما إن المرأة قدرت في الحضارة المصرية القديمة إنها تتولى المناصب العليا حيث بيقول لك تولت المرأة قديما المناصب العليا في الدولة فكانت ملكة وإحنا شفنا ملكات زي الملكة حتشوب سوت مثلا وكانت قاضية وكانت وزيرة وكاتبة وكاهنة يبقى قديما المرأة تقلدت مناصب كتير جدا وناصب عليا في الدولة زي أنها تبقى ملكة أو قاضية ووزيرة وكاتبة وكاهنة كمان من المرأة في المجتمع قديما كان بيحق لها البيع والشراء والميراس تقدر تعمل عملية البيع والشراء ولما حد من أهلاها بيتوفى كانت بتبقى مشتركة في الميراس بتاعهم كمان كانت المرأة قديما دائما محل احترام وتقدير من المجتمع يبقى قديما هتكلم في ثلاث نقط أنها تولت المناصب العليا وأن كان لها حق البيع والشراء وأنها كمان كانت محل احترام وتقدير من المجتمع طب تعالى دلوقتي بقى نشوف ان المرأة حاليا المرأة حاليا يا طرى بيبقى ايه دورها في المجتمع بيقولك هنا ان المرأة تولت العديد من المناصب مثل الوزيرة والقاضية حاليا حديثا المرأة قدرت توصل لمناصب عالية برضو زي انها تبقى وزيرة وانها تبقى قاضية كمان ان المرأة في المجتمع حديثا بتشارك في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ وكمان بتشارك في الاحزاب السياسية وطبعا مجلس النواب ده اللي هو بيبقى بيشارك في صنع القرار طبعا في المجتمع المصري كمان هنا بيأكد لك ان الدستور المصري اللي هو مجموعة القوانين اللي بتحكم الحياة في مصر الدستور المصري سنة 2014 طبعا منح المرأة العديد من الحقوق والدليل على كده ان بتنص المادة رقم 11 على المساواة بين الرجل والمرأة طيب لو جينا كان منا مع بعض كده أولاد يبقى احنا عرفنا ان المرأة قديما وحديثا تمتعت بمكانة عالية في المجتمع ملامح الحياة الاجتماعية قديما تعالي نتكلم مع بعض عن ملامح الحياة الاجتماعية هنتكلم الحياة الاجتماعية فيها عن وسائل التسلية والطرفيه عند المصريين القدمية هنلاحظ ان كان المصريين القدمية عندهم وسائل متعددة فلو جالك سؤال وقالك دلل تعددة وسائل التسلية والطرفيه زي دلوقتي ايه الألعاب اللي كانت موجودة عند المصريين القدمية أول حاجة عندهم ألعاب التفكير ألعاب التفكير دي مثل اللعبة كانت اسمها لعبة السنت ودي بتشبه لعبة الشطرنج أيضا من ضمن الألعاب اللي موجودة ألعاب الرياضية مثل لعبة السياء السباحة والمصرعة والتحطيب أما أيضا كان فيه الغناء والعصفة على الآلات الموسيقية بالإضافة اللي كان فيه مجموعة من الاحتفالات بيحفل بها الأسرة المصرية في المناسبات والأعياد إيه الاحتفالات دي؟ قالك زي عيد الملك وتوليه العرش كان اليوم اللي بيولد فيه الملك بيعملوله عيد وتوليه العرش يعني وصوله للحكم وأيضا كان فيه أعياد أخرى زي أعياد الفيضان وأعياد الحصاد وعيد شم النسيم بنكمل مع بعض ملامح الحياة الاجتماعية قديما ودلوقتي بنتكلم عن الملابس عند المصريين القدماء وإنا ممكن يجي لك سؤال يقول لك دلل تختلف الملابس باختلاف طبقات المجتمع كلمة دلل يعني إيه الدليل أن الملابس بتاعت المصريين ما كانتش متوحدة كانت بتختلف باختلاف طبقات المجتمع أقوله طبعا لأن كان عندنا نوعين من الملابس أول حاجة ملابس الملك والأغنياء ودي كانت ملابس بتصنع من الكتان اللي هو بيبقى عالي الجودة مش أي كتان لازم ياولاد يبقى كتان عالي الجودة أو متصنع من مادة تانية اللي هي الحرير وتميزت طبعا ملابس الملك والأغنياء بأنها بتبقى مليئة بالتطريز والتطريز ده كان بيبقى بالذهب وبالفضة وبالأحجار الكريمة طب تاني نوع من الملابس موجودة عند المصريين القدماء وبتختلف باختلاف طبقاتهم هي ملابس عامة الشعب يعني الناس العادية من الشعب ودي كانت بتصنع من الكتان وبتميزت ملابس عامة الشعب بالبساطة يبقى الملك يبقى كتان بس لازم أقول معاه كتان عالي الجودة لكن عامة الشعب بتميزت الملابس بتاعتهم بأن هي بتصنع من الكتان لكنها بتتميز بالبساطة بعد كده هنتكلم عن أدوات الزينة عند المصريين القدماء فبيجي لي سؤال مهم يقولك دلل اعتاد المصر القديم على استخدام العديد من أدوات الزينة يعني المصريين القدماء كانوا بيستخدموا أدوات الزينة أيوة والدليل على ذلك عندي أنهما كانوا بيستخدموا الأساور اللي هي زي الأساور اللي موجودة دلوقتي اللي بنلبسها في الإيد القلائد اللي هي زي العقود والشعر المستعار اللي هي البروكة والعطور تمام؟ يبقى لو قالك أدوات الزينة زي الأساور والقلائد والشعر المستعار والعطور وعايزين نلاحظ كده فيه ملحوظة بيقولك أن فيه حكيم كان اسمه الحكيم بتاع حطب الحكيم ده كان أوصى بالزوجة وأداب الضيافة يعني كتاب لنا كتابات بتتكلم عن الزوجة وزي أنا أعملها وأداب الضيافة زي استقبل الضيوف بالإضافة لأنه أوصى الحكيم آني بالأمة يبقى بتاع حطب أوصى بالزوجة وأداب الضيافة أما الحكيم آني أوصى بالأمة طيب دلوقتي بعدنا أولاد مع سؤال المتفوقين والسؤال النهاردة بيقول أو في الفقرة دي سؤالنا بيقول دلل تختلف ملابس المصريين القدماء باختلاف طبقات المجتمع منتظرين الإجابة في التعليقات وكده نكون انتهينا من الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة